من الشركات إلى المصارف وصولا إلى يوميات تتنقل الأزمة الاقتصادية وآخر فصولها أزمة دخلت من باب شركات التأمين التي برزت على حدين الأول اقتصادي والثاني كوروني فبعد أسبوع على قرار وزير الاقتصاد اقفال شركة مينز السلام بسبب مخالفة القوانين المرعية لإجراء وتخلفها عن الدفع لحملة البوالس خرج الحديث همسا عن تغيير شركات تأمين أسعارها لتلتحق بسعر صرف السوق شركات التأمين ما نحب أبدا تعلي سعر الصرف على البوالس الصادرة عندها بالدولار الأمريكي إلا بستبين لأنه التكاليف الناجي عن هالبوالس هي كمان بالدولار الأمريكي وعلى أساس سعر صرف السوق يلي هو 4400 ليرة إذا كان باستطاعة وزير الاقتصاد يساعد الشركات على أنه تدفع تكاليفها على أساس 1500 ليرة سيأتي ما بقى لشركات بحاجة لا تغير سعر الصرف ولا حتى تغير أسعارها هذا الأمر غير مبرر خاصة أنه أسم كبير من الرسوم تستوفيها شركات تأمين لسوق الداخلي بالعملة الوطنية هذا في خداع للمستفيدين ولمواطنين لم يبلغ وزير الاقتصاد أو لجنة الرقابة على شركات التأمين أي قرار بتخيير سعر الصرف المعتمد لكن الأزمات لا تقتصر على الأسعار بل تزامنت وكلاما عن خيارين أمام شركات التأمين فأما الدمج وأما الإفلاس ما يحكى عن إفلاس محتمل لشركات التأمين هو عاري عن الصحة تماما ولا حتى ليس فيه أي نية للدمج بين الشركات لأنه أي دمج بين الشركات بدي يكون اختيارة بين شركتين بقرروا يندمجوا بين بعضهم وهالشي مش صاير حاليا السوق أساسا بده ينظف حاله وخاصة أنه في لبنان فيه كتير من الشركات هي أساسا وضعها مش منيح وبسبب الحمايات المذهبية والسياسية هذه الشركات كانت مغطاية بس بدا تجي الأزمة اللي نحن بدا تتفاقم بالفترة الجاية لتكشف هذه الشركات وتدفعها حكما على الاندماج أو على الاستحواز من قبل شركات كبرى الأغرب من كل ما تقدم الكلام عن ارتفاع أرباح شركات التأمين في الأشهر المنصرمة من جراء الكورونا وهو ما لم ينعكس على أصحاب بوالس التأمين في كتير ناس ما بقى تروح على المستشفيات إلا للضرورة صار فيه تراجع بحواد السير بسبب الالتزام الحجر المنزلي حققت الشركات ما يوازي 70% زيادة بأرباحها عادة بتكون أنه بصير فيه حسم أو بصير فيه إعفاءات أو بصير فيه بعض التسهيلات للناس ما صار وهالشي يمكن صحيح بالنسبة لتراجع بعدد المضمونين اللي دخلوا للمستشفيات تقريبا من 10% ل 12% بس هالشي بالمقابل كان فيه دفع لحوادث بفترة 17-20 لها لأهلأ بكلفة تفوق 3 أو 4 أضعاف اللي كانت تدفعوا شركات التأمين بالأيام العادية وهي ده نتيجة زيادة بسعر الصرف اللي وصل إلى 4300 ليرة يتحرك وزير الاقتصاد على خط التأمين منذ أسابيع لمحاولة تأمين وضع اللبنانيين ولعل أكثر ما يعني أصحاب البوالس اليوم إلزام الشركات أن تشمل العقود الجديدة والمجددة تغطية الأمراض المصنفة وبائية علما أن 55% من شركات التأمين كانت توفر هذه التغطية فيما استجابت الشركات بمعظمها التي لا تشمل بوالسها الأوبئة لقرار الوزير توفير التغطية لزبائنها حتى قبل التجديد إلا أن الأيام المقبلة تنظر بأزمة ستحل على قطاع التأمين الذي لم ينجو من كل ما يجري في لبنان والعالم حسان الرفاعي قناة الجديد